اليوم نحكيه وعلى خبر مفرح للتوينسا الكل خبر اللي استنيوا هاتوينسا ببرشة خاصة وانه يمس التوينسا ويمس سيدة الدولة ويمس سيدة الوطنية ملف كبير ملف شغل الرأي العام ملف هز تونس هز العالم الكلي هز الوسط البيئي فيه ايقافات من اعلى مستوى وزراء مسؤولين الى غير ذلك بانسور اكيد ركما فهمتوني نحكي على النفايات الايطالية مش نحكيه على المسارة متاحة الكل كيفش دخلت التونس كيفش صار ذلك الكل ايوم فاليوم وصلنا انه النفايات هذية تعبيت ويتم ترحيلها وفما في فيديو راجع على السوشال ميديا في الباخرة هذية والباتو اللي هز النفايات هذية بش رجعهم الى ايطاليا بعد ما رفضت وبعد ما صار ضغوطات كبيرة من الجانب الايطالي الى غير ذلك ايوم فأخيرا تم نقل النفايات الايطالية واعادتها الى ايطاليا وغادرت حسب الفيديو اللي تفرجنا فيه على السوشال ميديا غادرت ميناء سوسا في تجاه ميناء سالارنو بي ايطاليا هذا الفيديو اللي راجعي خلينا نحكيه على هال القضية دي كيفاش بديت في تونس كيفاش تفجرت شكون فجرها شكون اللي يكشف عليها اول مرة وشكون الاطراف المورطة فيها دونك سيبون البيخر هذية تابعة للنقل البحري اركاس غادرت من اسوسا بعد ما قاموا بعملية الشحن بتاع الحويات اللي فيها الفضلات حاشيكم وباش يتم نقلها الى ايطاليا البلد المصدر متاحا به قديش هذو في الباخر هذه هذو ميتين وثلتاش نحاوية قميمة منزلية شركة تونسية منتصبة في ولاية سوسا هي اللي وردتها من ايطاليا في شهر ميه الفين وعشرين بقعت في الميناء التجاري بسوسا من ميه الفين وعشرين الى غاية التفطن الى انه هل الحويات هذه تحتوي على بضعة ومواد محظورة دونك الفضيحة هذي ما سميت بفضيحة انوفيتل ايطاليا هذا ترأي العام في تونس بعد ما تم الكشف على انه في مشاركة تونسية مصدرة كليا توليت توريد ميتين واثنين واثمانين حاوية فضلات منزلية على زوز دفعات عبر الميناء التجاري بسوسا فما بعض الصحفيين اللي كتبوا على الفضيحة هذية على السوشيل ميديا واللي هما خليهم يكشفوا ويفجروا هالقضية هذية طبعا تم الكشف عن بعض تفاصيل الصفقة المشبوهة هذية والمبرماء بين الشركة تونسية وشركة اخرى ايطالية واللي تقضيب باستيرات 120 الف طن من النفاية سنويا يعني كل عام كان ما تفضحش الحكاية هذه تقعد كل عام يجيبوا في 120 الف طن من النفاية هذية اللي هي اختيرة على بلادنا وعلى بيئتنا وبينزور وقتها تفجرت الحكاية والعليم كتب والروادن والتليفز والجرائد الكل هم كتبوا وخلى يعني حتى للصحافة العالمية تكتب يعني الموضوع يهم حتى العالم واثرجة ذلك كبير برشا في تونس وفي العالم باتبار خاصة ونفما اطراف نفذة في الدولة متورطة في هذه الفضيحة متاع النفاية الملف هذا يرجع بالتحديد إلى شهر جوليا 2020 وقت قامت شركة تونسية في ولاية سوسا دخلت 70 حاوية فضلات إلى الميناء التجاري بسوسا ما يقارب تقريباً ألفين تون قامت بتخزينها في مقار الشركة بمنطقة الموردين مع تمدي تمساكن في ولاية سوسا إلا أنه تبين فيما بعد أن الحاوية الموردذية تضمن قمامة منزلية محظورة وسامة وما يلزمش تدخل إلى تونس بيانسور تم تسريح البضاء هذه من طرف ديوينة في ميناء سوسا في اللول ومن بعد تبين في المعاينة الميدانية بمقار الشركة هذه اللي فما اختلاف بين الشيء اللي مصرحين به على الشحنة الموردة هذه والشيء اللي موجود في الشحنة حقيقةً وبالتالي يعني طالبه صاحب الشركة بأنه يعود يرجع يصدر هالبضاء هذه اللي جايبهم وليفيهم مواد اختيرة وسامة حكيوا عليها حتى في الصحافة الإيطالية وصحافة الفرنسية وفضحوا من غاديكا الملف هذي وبالتالي وقته صار فيما ضغط كبير على تونس مع الكشف وطورة وزراء ومسؤولين معناه كويدر في الدولة الشيء اللي يمثل ضغط كبير وبالتالي وقته دخلنا في المسار متأع إعادة النفاية هذية الحقائق الأربعة زيدة قام بتحقيق استقصائي كشف فيه على ملابسات توريد الشركة المتورطة في الفضالات المنزلية وجلبها من مقاطعة كامبانيا الإيطالية اتفعلت وزارة البيئة شؤون محلية مع الحلقة دي وقررت فتح تحقيق في الغرض بتاريخ 6 نوفمبر 2020 نيابة العمومية بيسوسا 1 تأذى لأحد الفرق المركزية للحلس الوطني بالعوينة إنها يعني تتعهد بالموضوع وتجري الأبحاث والتساخير الليزمة ونهار 20 نوفمبر تم إيقاف وزير البيئة وشؤون محلية مصطفى العرفي على خلفية ملف النفاية المستوردة من إيطاليا بعد ما تم إيقالته من منصبه ومن طرف رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي النفاية هذه والملف هذا والفضيحة هذه أطحت بكبار المسؤولين فما يشكون فيهم في السجن فما يشكون وراهم يعني توهم وإيقافات ولاحقا الفضيحة هذه يعني نيابة العمومية أصدرت ثمانية بطاقات إيضاء بالسجن شملت كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال مدير عام سيبق بالوكالة الوطنية للتصرف النفايات موظف الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة زوز مديرين بوكالة التصرف النفايات ثلاثة مديرين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط في حين تم الأبقاء على أربعة من المحتفظ بهم في حالة سراح وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة زوز عامدين في ديوانة تنسية وواسيط جم روكي وقاضي التحقيق وجه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس في حق متهمين كما وجه تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطيرة في حق أحد المتهمين وتم توجيه تهمة المشاركة السلبية ضد خمسة متهمين أخرين نذكروا أن النيابة العمومية في ولاية سوسة احتفظت بثناش شخص على ذمة التحقيق في قضية النفايات هيذي المستوردة من إيطاليا كما تم تقديم عشر أشخاص للنيابة وأزدار بطاقة جلب دولية ووطنية في شأن صاحب المؤسسة قاضي التحقيق المتعاهد بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر الميناء التجاري بسوسة نهار أربع جوان 2021 قرر ختم البحث بعد ما اسمعها 26 متهم بينهم ستة في حالة إيقاف وتوجيه الملف إلى دائرة الإتيهام بمحكمة الاستأنف في سوسة اللي هي بيدها يعني تحركت وشد هذية يعني برشة أخذ وجد أخذ وجد أخذ ورد وكان زارنا وزير شؤون الخارجية الإيطالية وتقابل مع رئيسة الجمهورية ومبعد حرقوا النفايات هذه في الموردين وصار عليها مصار المهم أخيرا أخيرا رجعت النفايات الإيطالية إلى البلد متاحها هذية فيه سيدة إلى تونس وفرحة كبيرة بالنسبة لتوينسا لكل صحيح